السلام البنات كانت تمنى تكونوا على خير طبق متكامل في خضروات الياف نشويات وبروتينات هذا الطبق يتحضر 10 دقائق على الأكثر يكون العشاء جاهز دعوكم معي المواد اللي سنحتاجه الأشياء اللي سنحتاجه هو البصلة خضارية الفلفل الأصفر الأحمر البرتقال إذا توفر عندكم الأخضر لأنك يعطي واحد المرورة في المعداق أنا شخصيا ما كيعجمنيش وما كنستعملوش بحال مثل هاد الأطباق هادو يعني كناخد واحد المقلة كنقطع فيها هاد الأشياء هادية وكنضيف واحد ملعقة زيت الزيتون وكنخليهم يتشحروا على نار هادئة من بعد كنضيف الملح اللي بزار كنخليهم يتشحروا مع تحركة طبيعة الحال وكناخد واحدة نجرة كنطبيحة الكندير فيها الخضر اللي أنا بغيت نسلقها أنا درت هنا البروكولي كولغابي كولغابي البنات اللي في المانيرا عارفينو كيكون على شكل لفت إلا لقيت الاسم ديرو بالفرنسية غادي نخليه لكم صافي كان نسلقهم فوح شوية ديال الملح وصافي وكان نخليدك الفلافيل ومع البصيلة حتى كان تشحر كان تفعليها كناخد صدر الدجاج كان قطعوه لشكل طولي كان نضيف له واحد شوية ديال الملح لحسب ضوقة ديالكم نضيف له كذلك شوية ديال الخرقوم واحد الملعقة صغيرة ديال لموطاقت او للخردل كي يعطيه واحد الماداق رائع لبنت غادي نضيف كذلك واحد ملعقة صغيرة ديال الخل لانه كيخلينا دك الدجاج كيتشرب مزيان دك العناصر وكيجيهشيش وغادي نحكي واحد شوية ديال سكينجبير طاري إلا ما كانش عندكم نمكلكم ديرو سكينجبير بودرة سافي كان خلط هاد العناصر هادو وكان خليهم يعني كيشربوا هاد العطرية هادي وكان نضيف كذلك واحد شوية ديال الفلفل أسود وتوم بودرة من أحسن لانه ما كيكونش عنده دك الرائحة القوية وصافي كاندوز كانشوف إلا كان دك البصيلة والفالفيل تشحرت كان نحيدها جانبا في واحد طبق وفي نفس المقلات كاندير دك الدجاج كاندوز يتشحر وكان نقلبه واحد الملعقة خشابية مع قليل ديال زيت الزيتون سوف تنجر أخرى سوف نحاول نسلق واحد شوية ديال البات نتمع لكم الاختيار اي نوع بغيتو تديرو انا درت هاد النوع هادا انا استعملت هادي فافالة البروكولي وكل غابي تسلق من بعد صفيته وخليته كي يقتر سوف نحضر السوس سوف نحضر السوس بهادي ديال شامبينو إلا عندكم شامبينو او لك 5 خش متوفرة في المنزل يمكنكم ديروها مكان شاي يمكنكم ديروها ديال الساشيت البنات اللي قد يقولوا لي صحية ولا ماشي صحية كل واحد كي يدير على حسب الرغبة دياله انا ما كان لزمكم شاي باش ديرو هاد الاصوس هادي يمكنكم ديرو اي صوص انتو ما كتفضلوها واللي كاتعجبكم سوف ندير هاد طريقة تحضير ديالها سهلة كل شي مكتوب وراء هاد الساشية هادي كنديرو الماء بارد وكنديرو القدر اللي داري لكم وكنديرو هاداك الخالط اللي داريهم في ذاك الساشية نحركوهم زيان قبل ما نوضعوها للنار من بعد ما كي يولي ذاك يعني ذاك البودرة كتولي يعني مزيانة مطلقة ما فيش ذاك الحبيبات عاد كنحطوها فوق النار وصافيو كنحركوها وهي كاتب فوق النار مدة خمس دقائق لحسب شنو كاتبين عندكم في العلبة ومن بعد فاش كاتب هي اخر حاجة كنحطوها باش هكدا كتقنى لاصوس ما كتعقد شاي سافيم بعد ما كتب كتكون العناصر ديالي كلها واجدة يعني الليبات تسلقو الخضر ديالي تسلقات ودجاج مع الفلافيل تهيه واجدة بقليده با غين حت تفسح المتقديم الطريقة ديالتقديم انا حتات في حتات تشكل هادا حتات الدجاج في واحد الجانب والخضر مع الليبات في واحد الجانب اخر وصافيو كنحويل الصوس يعني من الفوق مع داك المحطات البروكولي وداك الخضر ديالي اللي قدت لكم اي خضر ممكن لكم تحطوها تحطو الجازر تحطو البطاطيس اي خضر انتو ما كتتفضلوها سافيت تقديم كيكون ساهل والماداق لبنات هاد الطبق اللي قترحت عليكم هاد النهار ماداق ديالو رائع كنتمنا انكم تجربو وتردو علي الخبار كانت هادية الفكرة هاد النهار البنات فكرة هي سهلة وبسيطة للسيدات اللي كيطلبوا مني اني نقدمكم وصفات اللي كتتحضر بسرعة ينقلكم البنات الفيديو ديالنا تسالة كنتمنا نطلقاوك ان شاء الله فيديو اخر فكرة جديدة وموضوع جديد سبقاو على اخير موسيقى جديدة 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 ترجمة نانسي قنقر